السلام عليكم معكم طلال نقار بتابع معكم بسلسلة الطريق الى امريكا هذا الجزء الرابع عم خصصه للتعليق على قرار ولاية تينيسي الى خير السماح للاطباء من خارج امريكا بالحصول على ترخيص العمل بولاية تينيسي بدون ما يكون في تدريب بامريكا اسقطوا شرط التدريب لكن لا بد ان الطبيب يكون حاصل على شهادة الـ ECFMG لازم يكون مؤدي انتحانات واضافه شرط اضافي انه لازم يكون في عنده اوفر او لازم يكون موقع او يعني انه جاي يشتغل بمشفى اكاديمي يحوي على ريزيدنسي او فيلشيب بروغرام الكلام هذا للسماح للنافذ الكلام هيكون قرار نافذ بتاريخ 1-7-2024 القرار صدر عن الحاكم الولاية او عن مجلس الولاية القرار التنفيذي او التفاصيلات للعمل التفاصيل التطبيق للقرار ما صدر شيء عن مجلس البورد الطبي في تنسي ربما يغيروا شوي او يزيدوا او ينقصوا ما صار شيء من هذا الكلام الهلأ على موقعهم الرسمي الكلام الحاول هو انطباع شخصي ونصائح للاطباء اللي حابين يمشوا بهذا الطريق ويكونوا هن ربما البيونيرز او الرواد او يكونوا هن الليدرز بهذا المجال حقيقي من خلالهم ربما او من تجربتهم يستفيد الاخرين وربما ان شاء الله يصير طريق سهل لبعض الاطباء اللي ممكن تطبيق عليهم الشروط سبب القرار هو الشورتج انه يكون فيه انه سبب القرار ما انه فيه شورتج للاطباء عم يحاولوا يزيدوا من حدد الاطباء لانه فيه نقص بتعداد الاطباء وربما بالاطباء المتواجدين بهذه الولاية او بغيرها اللي بيسمع هذا الكلام بيظن انه نحن في عنا نقص بالاطباء فعلا الكلام ما هو بهالدقة هاي حقيقة الناقص عم يكون باختصاصات محددة بالاختصاصات الدقيقة عادة انه بيكون حاصل على الاختصاص دقيق يرغب بالعمل بمراكز كبيرة او بمشافي كبيرة بمدن كبيرة اه هذا الشي ما بيتوافر بكل الاماكن فبيلتقى في اه رح يكون في عندك مراكز اه مشافي متوسطة او صغيرة بمدن اه ما هي مرغوبة للعيش فيها بسبب رتابة العيش فيها بسبب الحياة الاجتماعية فيها ضعيفة ما فيها داون تاون جيد مثلا يعني فيك يعني الناس بالظن امريكا كلها مثل شيكاغو مثل مثلا اه نيويورك حياتا في مدن كتير بامريكا بتسكر على المغرب بتسكر على الساعه هاتمانه معد في شى حتى بدنهار ما فيها تعداد سكانة عالي هو يؤكم فيها داداون تاون تاون ميت حقيقا ما بيكون في حركه جيدة يعني عمليا ما هي مشجعة لالعيش خاص المثلا ليورديهم بالمتارس وفي كتير اسباب تخلي لطباق يعزفه عن التقديم او العمل بهي المشافيهCre precipيمتو اسطر هذه فرصة الاطباق من خارج امريكا لي كلون حاصل على اختصاصات الدقيقه شو أزيب اختصاصات دقيقة أنا ما عمقصود أن يكون يعني تخصص ما في منه بالعالم عشر أشخاص لا عمقصود مثلا يكون تخصص فرعي بعد تخصص يعني أساسي تخصصات الأساسية والله العليم ما هيكون في لهم فرصة لهذا المكان بالذات مثلا طبة داخلية أنا لا أتوقع وأظن يعني غالبا أنه ما هيكون في مجال أبدا لطبيب داخلية تدرب خارج أمريكا بدون ما يعيد تدريبه بأمريكا أنه يحصل على ترخيص ويعمل بهذه الولاية بهذه الأماكن السبب ببساطة أنه الطبيب الداخلية هون بأمريكا هو طبيب محوري هو اللي بيعمل عمل الهوسبيترس يعني هو الطبيب اللي بيقبل المرضى على اسمه بالمشفى وبقية التخصصات الفرعية هنا بيتابع المريض كاستشارات فإذا الطبيب ما نهو يتدرب بأمريكا وما بيعرف السيستم ما بيعرف كيف يطلب استشارات والله العليم حيكون عبق على المشفى أكثر ما يكون هو حل بذل ما يكون مساعد للمشفى بحل مشاكل نقص الأطباء وعادة ما بيكون في نقص بهذه الأطباء مثل ما أنه فمثلا تخصص الأشعة غالبا ما هيكون في نقص بس هيكون في نقص بتخصص الأشعة التداخلية السبب مثل ما حكيت بالبداية أنه اللي حيكون حاصر على هذا التخصص ما رح يكون عنده رغبة بالعمل بهذه المشافى الصغيرة أو المشافى المتوسطة فلما بدأ يكون في نقص بالقسم القسم حيضطر يقبل يتنازل يخفف من شروطه ويقبل يجيب أطباء اللي بينطبق عليهم هذي الكلام هذي نعمل هذي بخارج أمريكا كيف ممكن نعرف وين الأماكن هذي؟ أولا لازم نبحث بمواقع العمل نصاحي لحابة بنشي بهذا الطريق مواقع العمل في موقع مثلا انديد هحط الرابط تبعه موقع اللينكت إن مثلا هحط بأكيد رابطه معروف هذول ممكن يتوافر عليهم فرص العمل للإنديد لكل المهن صراحة فأنت فينك تحط اللينكتا حط الفيلتر إنه بدي أنا بولاية تينيسي وبدي بالتخصص الفيلاني مثل ما أنا مثلا إنتربيشن راديولوجيس فإذا كان في فرص عمل حيحطر لك إياها في طريقة تاني أني أعرف وين المشافى اللي بتحوي على برامج تدريب المشافى اللي فيها رزيدنسي أو فيلوشيب في موقع AMA American Medical Association موقع فريدا هحط الرابط تبعه هذا الموقع يحوي كل البروغرامات الموجودة بأمريكا مو بس في تينيسي في أنت فينك بالفيلتر تحط ولاية تينيسي وتحط التخصص البدك يعطيك إذا كان فيه بروغرامات موجودة بهذه الويم موجودة وويم أماكن تواجدها هذا الكلام رح يحطو لك بكل بروغرام حيحطو لك إيميلين إيميل السكرتيرة سكرتيرة البروغرام وإيميل البروغرام دايركتر عادة إيميل البروغرام دايركتر ما حيكون مفيد هون جدا لأنه البروغرام دايركتر ما هو رئيس للقسم عادة هو طبيب تاني فحجم الإيميلات اللي بتوصل له كتير كبيرة لدرجة أنا أشك أنه يقدر يتعامل مع إيميلات التوظيف مثلا السكرتيرة ممكن تكون سكرتيرة مشتركة بين القسم ومن بين البروغرام وأحيانا بيكون مختلفة الشيء اللي ممكن واحد يعمله حتى يضمن أن الإيميل يوصل لصاحب العلاقة غير أنه يبعد إيميل للسكرتيرة أنه يروح له موقع الجامعة مثلا أنا عرفت أنه هذه الجامعة الفلانية في ناشفل مثلا مدينة أكبر مدن تينيسي في هذا البروغرام مثلا وذي يكون هو بروغرام أشعة مثلا أو فإنه فيه بمعنى آخر هذا المشفى فأنا بيدخل على موقع الجامعة وبدخل على موقع المشفى نفسه وبشوف مين الساف أو الفاكلتي وبشوف مين هو رئيس للقسم ومين هو كذا ومين هو كذا وبلاقي إيميل رئيس للقسم بيكون موجود على موقع الجامعة ما فيش ينخبه بهذا الموضوع يعني مثلا كطبيب أنا الطلال نقار فينك تبحث عني وتروح على اوغستا يونيفرسي مثلا اوغستا يونيفرسي ميديكل سنتر وتلاقي اسمي وتلاقي إيميلي لتبع الجامعة وبتدير تبعتي إيميلات فهذا شيء سهل ما بدي أقول سهل بس قابل للوصول له بس الطبيب بحاجة يبحث ويستغرق قده بالبحث ففي شيء اسمه الهومورك اني انا لازم قوم بالوظيفة تبعي فهذا احد الشغلات اللي ممكن اعملها اني انا اعرف من هو صاحب العلاقة بهذا القسم ويبدأ ابعت له سي فيتي وابعت الفيس ليتر اني احكي له عن ظرفي واني انا حابب اشتغل عنكم هلا رئيس القسم عادة اللي هو بده اطباء وعاجز ان يؤمن اطباء عادة بيكونوا ما بيعرفوا بهي القوانين الجديدة الطالعة ولا هنم عندهم خبرة بتعامل معاها فانت كطبيب حابب تشتغل لازم تسهل المهمة على هذا الطبيب وانك تعطيه الخلاصة تراسل مثلا البورد تبع تينيسي حاطر لكم اللينك من خلال الموقع يتبعون شو ايميل مراسل يتبعون تتواصل مع الموظفين انه هل بيحقلك تاخد الترخيص ما بيحقلك مثلا او انه شو يعني تاخد ايميل منهم انه فعلا بيحقلك بظروفك وبمؤهلاتك فبتورجيها لرئيس القسم وتشوفي انه انت قابل تحصل على ترخيص العمل بهي الولاية وانه هو ممكن ياخدك مثلا هل اساس هو بيقدر والطبيب هو مرة تاني الرئيس القسم هون ما بتفرير مع وين دربت انت بده هو طبيب مؤهل عنده تدريب عامل تدريب هو طبعا بيكون يقس يحصل اطباء من امريكا ما بيحب ياخد شي يوجع راسه فاذا انت اثبت له انه فعلا هتقدر تحصل على الترخيص ربما هذا شي سهل وربما يقنعه انه يمشي معك المفروض تبدأ البحث من هلا الكلام عم نحكي لبعد سنة للقرار هيكون نافذ احد النصائح اللي نصحتها بالفيديو الاول انه اللي بتسهل حصول على الترخيص للعمل بالولايات الامريكية انه لازم يكون اسي جي امي اكريدتد هون بما انه اصلا شرط التدريب معنو مطلوب فربما والله العليم هذا رأيي شخصي لقلي انه اللي هو اللي هو معنو معترف على من هيئة اسي جي امي ربما يكون مفيد بها الحالة كمرحلة اولى للوصول او للعمل في ولاية تنسي فلو حصلت على تنسي على فلوشيب باحد المشافي بولاية تنسي نفسها حتى لو ما انه اكريدتد هاده ربما يسهل عليك انك تعرف السيسم ويحط خطوة اودى للانتحاق بهاي المشافي او هاي الولاية والحصول على الترخيص فيها والحصول على العمل اتمنى اني غطيت الموضوع ان شاء الله يكون هذا المفيد على الاقل ولولا طبيب واحد وان شاء الله بنسمع الاخبار الطيبة وان شاء الله يارب يكونكم بخير وسلامة سلام عليكم